وان اكس بيت وان اكس بيت وان اكس بيت إذا الكل يجب جواب صحيح هو وان اكس بيت لا يوجد يوتيوبر مغربي لا يوجد إشهار الوان اكس بيت وكلهم يقولون أنه يمكن أن يدخل صوت على الفرق الذي تريده ستربح البونيس ب130 دولار ومع الدخله تربح ما بين 900 حتى 1300 درهم ولكن الحاجة التي لا يشرحها لأنه غالبا لا يستخدمها وهي أنه ذلك الفلوس لا يمكن أن تجلبهم ثمانية وإنما وان اكس بيت والسبب هو أنه من بعد أن يربحوا الكثير من الفلوس وكي وصل الوقت لا يخرجوا فلوسهم استبقى وان اكس بيت لا يجعلهم يجب دول الفلوس والسبب غالبا الرجل أنه لا يقرأ أو لا يفهموا الشروط والتعليمات للشركة مزيان وهذا أصلا على مكة العبر الشركة في هذا الفيديو سنتظر إلى الشركة المشهورة التي كل شيء يهدر عليها وكأنها قدرت تغني ما هي وان اكس بيت ما هي المؤسسين وما هي الحقيقة المظلمة مرهد الشركة المشهورة وان اكس بيت هي شركة روسية تأسس في 2007 بعد ما أخذت الترخيص من جزيرة كوراسا والتي تبع الهولندا في 2019 ستزيد تكبر الشركة بشكل خيالي شيء ستجعل صحيفة ساندي تايمز البريطانيا دير اللي ستحقيق بشتعرف البلاندية لها والنتائج ستكون كفيلة لتجعل ليفربول تستعامل معها وبريطانيا ومجموعة الدول يمنعوا تطبيق ديالها في الدول ديالهم من بينهم الولايات المتحدة سبانيا فرنسا بورتغال روسيا بلجيكا وهذا التحقيق لو ما يعرفوا بلوان اكس بيت داخلها حتى في القمر على الدراري الصغار نفس الكنسيبت الفراقي غير هو تقمر على الدراري الصغار والتي تعتبر غير قانوني في معظم الدول من غير استراليا اما واحد التحقيق اخر القابل اللي يمكن تقمر في كينيا حتى على الفراقي الدراري اللي باقي يقرأوا في التناوي والقاوب اللي يحطوا الاعلانات حتى على المواقع الغير قانونية اللي كتلوح الماتشاط ديال برمير ليك واحد ان هذه الاعلانات كان عبارة على كاريكاشور المرأة اللي فشكت تقرأت به اللوغو ديال وان اكس بيت والذي يديك الموقع ديالهم في اليوكي الحاجة اللي غد خليهم يكتشفوا بلليكي سبونسوري حتى بورنهاب كازينو والقاهم يقمروا حتى الفرار جعل المباشر في الفلبين هذه النتائج جاد في الوقت اللي شركة وقعت اسمع تشيلسي ليفربول وبرسلونا ومؤخرا دخلت التوري الايطالي بالرغم ان وان اكس بيت كتتتبر من اشهر شركة في العالم الا انها دخلت في القائمة السوداء لخدمة الداربية الفيدرالية الروسية وفي البداية 2020 بعدما بدأوا يحققوا للشركات الغيرقانونية اللي كتدير احتيال وغسيل الاموال صدرات مديرية لجنة التحقيق الروسية اسمية المؤسسين للشركة بثلاثة والتي هما سيرجي كارشكوف رومانسي ميكوين وديمتري كازورين وروسيا تسقط لهم قضية جيناء مع عقوبة حبسية كانت تقدر بثلاثين وغرامة مالية تجاوز ١١٠٠٠٠ دولار في حاز ما تتلقى في روسيا وكثر من هذا الشي حجزت عدد كبير من العقارة والتي تجاوز قيمتهم جوز المليار وفي نفس العام الولايات المتحدة درتهم في قائمة المطلوبين الدوليين وفي 2021 شركة بارلمان المحامات رفعت دعوة قدائية على التطبيق في النسخة الروسية والتي هو وان اكس طافكا من بعد ما درت بحث على الناس التي تسببت لهم في الدارار ومن مرعب شوية الشركة التي تسبب على وان اكس بات والتي هي وان اكس كورب على الناس على الإفلاس دالها في كوراساو من بعد ما أجلت أنها تضرب الملايين للفلوس للناس الذين استخدموا التطبيق ولكن معها تصدع كامل الذي نيضى إليها المؤسسين لم يخايفين من هذا الشي خاصة وأن هذا الشي ممنعهم ليس بشيروا شراكة مع منظمة الرياضة الإلكترونية مع باريسان جيرمان ولكن الغريف الأمر أنه غير شهرين هذه على الناس وان اكس بات على الإفلاس دالها وكتسلز بالتالي الفلوس للناس والدول بسبب تهرب الضريبة ومخلصتش مليون أورو للمساعدة الإنسانية اللي قالت ستعاون به ضحايا الحرب وكتستخدم الممتلين الإباحيين باش تبروماتي الوان وين لحتى هي براند هذا القمر وخاكك باقي خدامة عادي وشفت لكم خدمتوا بوان اكس بات شنو كان تجربة لكم وش أنتكم أصلا مع القمر أم لا لا